بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نستكمل معا موضوع اختبارات الفروض في درس اليوم هناخد مع بعض استخدام قيمة البي لاختبار الفروض الإحصائية قيمة البي فاليو هي أصغر قيمة لمستوى المعنوية ألفا يمكن عندها رفض فرد العدم بحيثه إذا كانت قيمة البي فاليو أكبر من الألفا فإننا نقبل فرد العدم أما إذا كانت البي فاليو أصغر من قيمة الألفا فإننا نرفض فرد العدم ليه أنا ذكرتي قيمة البي فاليو هنا لأنه أكتر البرامج الإحصائية بتوفر هذه القيمة مباشرة عند إجراء الاستدلال الإحصائي على مجموعة من البيانات وبتكون تحت مسمى إما بي فاليو أو بي أو سايد هذه القيمة يمكن استخدامها مباشرة دون إجراء الخطوات الأربعة اللي ذكرناهم مسبقا عن الفرود الإحصائية وبنقبل أو نرفض فرد العدم على أساس قيمة البي فاليو كما ذكرنا هنأخذ حالة جديدة وفيها اختبار الفرد أو اختبارات الفرود لمطوصة مجتمع هذا المجتمع طبيعي تباينه سجمة تربيع غير معلوم أي مجهول وحجم العينة صغير أقل من 30 الحالات أو اختبارات الفرود زي ما قلنا بتتكون من أربع خطوات الخطوة الأولى كالعادة بنكون فيها الـ H0 وبيكون فيها علامة التساوي على طول حتى لو كانت أكبر من فهي بتبقى أكبر من أو يساوي ولو أقل من تبقى أقل من أو يساوي H1 أو الفرد البديل بيكون أكبر من في الاختبارات زوط طرف الآيمن أصغر من في اختبار زوط طرف أيسر لا يساوي اختبار زوط طرفين وده بيكون أو بنستدل عليه من المعلومات المعطاة في التمرين اتنين إحصائيات الاختبار في هذه الحالة اللي بتتوفر فيها الشروط أن يكون المجتمع طبيعي وتباينه غير معلوم وحجم العينة صغير بنستخدم توزيع T عن طريق إيجاد الصيغة X bar نائس ميو مقسومة على S على جزر N ثم في الخطوة الثالثة نذهب لإيجاد القيمة الجدولية ونرسم منطقتين للرفض في حالة الطرفين ومنطقة واحدة يمنى أو يسرى في حالة اختبار زوط طرف واحد ونبحث عن القيمة الجدولية في الجدول بدرجات حرية N نائس واحد ومستوى معنوية ألفا في حالة الطرف الواحد وألفا على اتنين في حالة الطرفين لتحديد مناطق القبول والرفض ثم في النهاية بناخد القرار بمقرنة القيمة المحسوبة في الخطوة اتنين والقيمة الجدولية في الخطوة تلاتة لتحديد القرار بقبول أو رفض فرض العدم كما ذكرنا الاهتمام دائما أبدا بفرض العدم تلخيص الخطوات المتبعة لإجراء اختبار الفروض الإحصائية واحد سياغة الفروض الإحصائية فرض العدم والفرض البديل اتنين التحقق من الانحراف المعياري سجما للمجتمع هل هو معلوم أو غير معلوم وتحديد حجم العينة أنه منسمى تحديد المقياس الإحصائي لاختبار Z أو T فإذا كان الانحراف المعياري سجما معلومة نستخدم مباشرة توزيع Z أما إذا كانت سجما غير معلومة فنبحث عن أو نسأل أنفسنا عن حجم العينة إذا كان أكبر من 30 نستخدم توزيع Z إذا كان أقل من 30 نستخدم توزيع T لاحظ معايا إذا كانت سجما غير معلومة نستخدم بدلها S اللي هي الانحراف المعياري للعينة أما إذا كانت معلومة فما فيش أمامي غير اختار واحد وهو استخدام الزد القيمة الجدولية والرسم في الاختبار زوء الطرفين زي ما احنا عارفين إذا كان المستخدم هو زد بنستخدم منطقتين للرفض بيحدده على أساس القيمة المستخرجة من جدول زد إذا كان المستخدم هو توزيع تي أيضا بنحدد منطقتين للرفض في الاختبارات زاد الطرفين وبتستخرج هذه القيمة من جداول التي بمستوى معنوية ألفة على اثنين ودرجات الحرية إن نائس واحد لأننا نعلم أن توزيع تي بيتحدد على أساس شيئين هما مستوى المعنوية ودرجات الحرية أربعة القرار بيكون إما قبول أو رفض فرد العدم سواء كان القيمة الجدولية تقع في منطقة القبول أو منطقة الفرد ترجمة نانسي قنقر